نروح للأستاذة فاية أستاذة فاية أيها مساء الخير يا شيخنا مساء النور تفضلي حضرتك إن شاء لكم بخير فضل ونعمة الحمد لله حضرتك أنا عندي فيه شقة بيني وبين أخويا وكنت عاملاله أنا ما عنديش أولاد وكده فكنت عاملاله هيبة نصف تانية لي طبعا أنا لم أطلق فلوسه من خمسة على عشر على ثلاثة على سبعة المهم إن احنا خدنا شقة في مصر جديدة وكتبتها العقد كانت بإسمه وكتبت له هيبة للجزء التاني اللي لم في حالة وفاتي قالوا يعني حضرتك دلوقتي كتباله نصف الشقة تقول لي بعد الوفاة ولا كتباله نصف الشقة من دلوقتي يعني أنت كتباله إزاي أنا كتباله عقد بينه وبينه بينه وبينه حضرتك كتبع عقد بينه وبينه إنه تقول الشيء إليه كل شقة كلها تقول إليه بعد وفاتي لكن ما فيش العقد ده لموسق هو راح حضرتك صدقه في المحكمة آه يعني عمله صحة توقية آه فبقى هو دلوقتي اسمعيني دلوقتي فبقى هو دلوقتي مالك الشقة كلها لا 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 العقد بتاعي أنا العقد باسمي أنا ساعدتك عقد الشقة باسمي اللي أنا جبان من الشركة ودفع الفلوز كلها خلاص بس دلوقتي عملت عقد ابتدائي بينك وبينه إن داوتي تنفذ يتنفذ بعد الوفاة بس هو نفذه دلوقتي هو ما نفذ هو بيحنا إحنا مأجرينها يا شيخنا إحنا مأجرينها حضرتك وبديله نص الإيجار وأنا باخد الإيجار بقى لي 13 سنة طيب ماشي عمل الشيخ دلوقتي أنا أختي توفت أخويا توفى الأول وأخت توفت آه أخويا لما مات الأول أخت توفت بعدي أخويا ما ورثت حاجة أخويا دا بقى للشراكة اللي بينه وبينه ورث شائتين ورث دولارات ورث فلوس مصري كل انتلام دا فأنا طبعا أنت حتى تباتي يعني أنت دلوقتي أنت دلوقتي بتكلمي عن ثلاثة أنت وأختك وأخوك دا وأخ تاني يعني أنتوا أربعة صح كده إحنا أربعة آه طيب ما حضرتك ما حضرتك يعني بتقولي واحد توفى اللي توفى دا أخ تاني وأخوك أخويا آه بس هما مشاركة معانا هما مشاركة معانا الاثنين يعني الشقة دي كانت شقة ورثة لا يا حج يا شيخنا يا شيخنا أنا الشقة دي شراكة بينه وبينه هو طيب لما أخويا مات وأختي هو ورث من أختي شقتين وفلوس ودلارات أخويا الأولاني ما ورثت حاجة فهم أولاده ما عندهوش غير المعيش ولد أخويا التاني ما عندهوش غير المعيش طيب تفضل فأنا حضرتك دلوقتي أنا دلوقتي قدت حساباتي تاني من أول وجديد قلت له خلاص أنا هشيل الهبة بتاعي أنت خد فلوسك خد فلوسك عشان أنا أخذ الشقة كلها وأكتبها لأخويا اللي توفى اللي أولاده ما عندهوش غير المعيش طيب هو عارف بقى أن أنا هعمل كده وبيعني دمعايا وإحنا عندنا بزمن تاني ورث بينه وبينه حضرتك لازم تخلصي الورث فيه ورث بيننا وبينه البزمن اللي هو البدروم ففين السؤال أنا بقول لي سعدتك دلوقتي أنا روح لدر الإفتة وقالولي خليه ييجي وهو مش عايز يروح لا لا بس حضرتك قلتي حاجة تانية خالص حضرتك قلتي في الشقة اللي فيه الشراكة أنا تصورت اسمعيني بس الأول يا حاجة حاجة فاية إحنا تصورنا بس أن حضرتك الأول خالص أن أنت وهابتي النص النص ده بس هو واضح دلوقتي أن حضرتك بتقوليله خد ثمن النص ده النص بتاعه هو طب حاضر حاضر هو دفع لك ثمن النص ده ولا أنت بتقوليله أن أنت هتشتريه منه بعد ما وهبته وله هو يا شيخ ناد قاله 13 سنة عايزي الفلوس عايزي الفلوس أنا عايز فلوسي أنا عايز فلوسي أنا عايز فلوسي فلوس إيه؟ اللي هو دفعه من الجزء اللي دفعه في الشقة يبقى حضرتك ما وهبتلوش وهبتلو الجزء اللي خاص بي يا أنا طيب يبقى دلوقتي اسمعيني بس اسمعيني بس يبقى أنت دلوقتي شركاء في الشقة هو دافع نص ثمن الشقة أيوة وإنتي لما هو قلتيله إذا أنا انتقلت يبقى النص التاني ينتقل إليك وعملت عقد بدا فهو راح عامل صحة توقيع للنص بتاع الشقة بتاعه ولا للشقة كلها مظل لا اللي بتاعه هو جزء تاعه هو ايه بقى اللي دخل صحة التوقيع عندنا طيب ولازم يعمل صحة التوقيع لأنه شريك مرحل فين السؤال بقى فين السؤال ما أنا بقول لي ساعدتك دلوقتي أنا أخويا مات أخويا التاني الكبير مات قبل أختي وأختي ماتت فأخويا دوت مناش دعوة دلوقتي بأخواتك حاجة فاية حاجة فاية مناش دعوة دلوقتي بأورس ولا مورس أنت دلوقتي لنا دعوة دلوقتي بالشقة اللي هي بينك وبين أخوك مش أنت دي اللي بتسأليني عنها أنا بقى عشان أنا ولاد أخويا معدومش غير معاش أنا هكتب لهم الشقة دي باسمه بخط النظر أنت غرضك إيه ما نجدعب غرضك دلوقتي أنت دلوقتي بتسأليني هل يجوز لي أن أرجع في هبتي اللي أنا وهبته له أنا دلوقتي أنت وهبتي هذه المسألة وهبتي هذه المسألة والهبة دي مضافة إلى بعض الموت صح؟ أيها الأولاد وليه والأولاد أنت في الهبة دي كتبة إيه في الورقة؟ كتبة تقول إليه له والأولاد وبعد وفيته طيب يا ستي إحنا دلوقتي عشان ده محل النزاع محل النزاع أنا بقول لحضرتك محل النزاع لازم تروح در الإفت ولازم نشوف الورق ده ليه طيب بقولك كده وده أتبأقول لحضرتكم وكل الناس بيفتوا في مثل هذه المسائل الخصومات يا سيدي ما ينفعش تسمع من طرف واحد بس أي خصومة ما ينفعش أن أنت تسمع فيها من طرف واحد بس ليه؟ لأن دوت ليس من العدل جي مرة شريح القاضي وكان فيه واحد يهودي بيدعي سيدنا علي بيشاف الدرع بتاعه مع واحد يهودي قال له ده درعي ده درع اللي كان ضايع مني فراحوا ارتفعوا إلى مين؟ إلى شريح القاضي فراحوا لشريح القاضي والدرع موجود فسيدنا سيدنا نمام علي رح قاعد قال له تفضل يا أبا حسن وراح إيه اللي حاصل؟ قال له فين شهودك؟ أنت بتقول إن الدرعي ده بتاعك قال له ما عنديش غير قنبر وابن الحسن قال له لتنين شهاداته ما تنفعش قال له ليه؟ قال له قنبر ده ده عبدك والتاني دوت ابنك فالتنين دولة شهاداته ما تنفعش هشوف لحد تاني قال له ما فيش قال له خلاص يبقى الدرع بتاع الراجل أجل اليهود قال يا نراب يد قاضي المسلمين بيحكم على أمير المؤمنين المسلمين فاشهد أن لا إله إلا الله وهذا درعك سقط منك يوم حنين يا أبا الحسن فسيدنا سيدنا المهم اللي عندي اللي سيدنا الإمام علي لم شرح القاضي قال له ليه؟ قال له لأن انت قلت لي يا أبا الحسن وما نديتوش بكنيته يعني هيساو بينهم حتى في النداء فما ينفعش في أي محل خصومة أن حد يفتي في خصومة أو يقوم وهو أين في الخصومة ويقوم بدور المحكم ما ينفعش يحكم في خصومة غير لما يسمع الاتنين حديدك بتقولي أن أنت أضفتي ده إلى ما بعد الموت لو أضفتي إلى ما بعد الموت في الغالب ده وتع يكون في حكم الوصية بس ما قدرش أعمل كده غير لما أشوف بعيني الورق مكتوب فيه إيه لأن صيغة الورق الصيغة دي مهمة جدا جدا للحكم فيها ما ليش دعو بقى حضرتك عايزة ترجع في العباء ومش عايزة ترجع في العباء هي ساعتها تبقى هيبة ولا هتبقى وصية هنشوف ساعتها لما نشوف الكلام ده في الورق فأنا نصحت لحضرتك لازم تروحي أنت وأخو حضرتك طيب إذا ما كانش هو موافق ما عندنا شغل القضاء مش موافق ما عندنا شغل القضاء بس